بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت الذي تتعرض فيه الأمة العربية للغزو والتخريب من المستعمر العثماني الجديد في كل من ليبيا وصوريا والعراق واليمن دون رادع ولا وازع ولا ضمير وفي الوقت الذي استباح فيه المستعمر التركي ومرتزقته البر والبحر والجو من أرض الوطن وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة العربية الليبية أشرس المعارك بإمكانيات متواضعة وجهود محدودة ضد مستعمر استجلب أقوى الأسلحة وأحدث الأنظمة وحشد المرتزقة والإرهابيين المأجورين والمؤدلجين من كل بقاع الأرض يلتقي أبناء القبائل الليبية في المجلس الأعلى لمشايخ وعيان ليبيا اليوم من أجل استحضار كل المواقف الوطنية والآمال الكبيرة في نفوس كل الليبيين وكل العرب تجاه ما يرتكبه المستعمر التركي الجديد ومرتزقته وميليشياته من جرائم وتغول وتوسع في أرض الوطن وتمكين خطير للتنظيم العالمي المحظور تنظيم الإخوان المفسدين من أجل السيطرة على العقول وعلى مصادر الطاقة في المنطقة بأصرها إن الدور التاريخي الذي تشهد به كل القبائل الليبية لإخوة الدم والجوار والمصير المشترك مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية كان ولا زال وسيظل هو الدور الأكبر الذي ظل الشعب العربي في ليبيا ومصر يعقد عليه الآمال في كل مراحل تعرض القطرين للغزو الاستعماري عبر التاريخ وستظل مصر هي الشقيق الأكبر لكل الأقطار العربية تأوي العرب حين يطاردهم الظلم تنصر ضعيفهم حين يرهبه القوي تنتصف لمظلومهم حين يقهره الظالم تغيث لائذهم حين يطلب جوارها أثنى عليها نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأوصى خيرا بأجنادها خير أجناد الأرض أجناد صنعوا تاريخا مشرفا وإرثا عريقا يستحق الإعادة بكل فخر أوصل أبناء مصر العظام إلى أبواب إسطنبول ذات يوم ليجبروا سلطانها على الانتحار إن أبناء القبائل الليبية وعبر كل تاريخهم النظار ضد المستعمرين لم يغب الدور المصري عن نصرتهم في أحلك وأصعب الظروف ولم يغب الدور الليبي أيضا عن نصرة إخوته في مصر حين تعرضت مصر للغزو الصهيوني في حرب أكتوبر 1973 واليوم وقد بغى المستعمر التركي على البلاد وجلب المرتزقة والعلوج والإرهاب باتفاق دني عميل لا يملك أي شرعية في تمثيل الشعب الليبي ولا يخوله أي تشريع محلي أو دولي في ذلك فإن مشايخ وأعيان القبائل الليبية يعلنون الآتي أولا ترحيبهم بكل ما جاء في كلمة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الله أكبر ويثمنون عاليا ما ورد فيها من شعور عروبي وقومي وديني تجاه أبناء الشعب الليبي ويطالبون مصر قيادة وشعبا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي وقواته المسلحة الباسلة بموجة بكل الاتفاقيات الثنائية والعربية والدولية في مواجهة المستعمر التركي حتى طرده من كامل التراب الليبي فخط ليبيا الأحمر ضد كل مستعمر يرتسم هناك عند حدودها مع الشقيقة تونس والجزائر ثانيا إن أبناء القبائل الليبية الذين وهبوا أنفسهم دفاعا عن الوطن ضمن صفوف القوات المسلحة العربية الليبية تحت قيادة القاعدة العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالجاسم حفتر منذ اليوم الأول لثورة الكرامة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات الإخوانية لم يتراجعوا يوما عن تنفيذ واجبهم الوطني حتى استطاعت القوات المسلحة من تحرير 93% من كامل تراب الوطن ولولا التغاضي الدولي عن تدخل تركي في العاصمة لكانت البلاد اليوم تنعم باستقلالها بفعل تضحيات أبناء القوات المسلحة والتي لولاها لما كان هناك مناطق آمنة تحفظ وجود البرلمان الليبي وحكومته وما استمرت دعم الشعبي لها رغم انسحابها من مناطق تم تدميرها ولكن ثقة الشعب في قواته المسلحة والتزام أبنائها بالتعليمات الصادرة من قيادة الجيش عبرت عن الفخر والاحتزاز رغم ما تخيله المستعمر بأنه انتصار لها وما خروج قبائل ترهونة بكاملها تحت حماية اللواة التاسع إلا نموذج لعلاقة وثيقة بين القوات المسلحة والشعب الليبي ثالثا إن أبناء القبائل الليبية وهم يعلنون استعدادهم لمواجهة العدو التركي المستعمر إلى جانب إخوتهم العرب في هذه المعركة القومية يستحضرون تاريخا نظاليا مشرفا لأدوار الجهاد على كامل التراب الليبي تلك الأدوار التي ضمت في صفوفها ضد الغزاة الطليان الشقاء عرب من مصر واليمن وتونس والجزائر ولا زال أحفاد الكثير منهم موجودا حتى اليوم في ليبيا وتعلن كل القبائل الليبية عن ترحيبها برص صفوف الجهاد الشرعي والقومي جنبا إلى جنب مع خير أجناد الأرض من أجل طرد الغاصب ومرتزقته وجماعته المشؤومة إن القبائل الليبية وهي تؤكد على مشروعية مقاومة المستعمر في كل الأديان السماوية والعراف الدولية تؤكد على أن المعركة التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المساندة لها من أبناء الشعب الليبي المتطوعين ضد المستعمر التركي هو عمل وطني تقوم به القوات المسلحة انطلاقا من الواجب الحتمي المطلوب منها بموجب طوانين الدفاع عن الوطن وللقوات المسلحة الحق بالاستعانة بكل ما تراه وكل من تراه من الأشقاء العرب وغيرهم من الدول المقاومة للإرهاب لحسم المعركة إلى جانب الشعب الليبي وتحرير الوطن من المختصبين ومن هنا يدعو المجلس كل أبناء القبائل الليبية إلى الخروج في مساندة قوية وداعمة في كل ميادين النضاء لمؤازرة معركة القومية العربية ضد المختصب التركي والنصر لجيشنا البطل المجد والخلود للأمة العربية والهزيمة والصغار للخوانة والاستعمار المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا وانغازي 21 يونيو 2020 اشتركوا في القناة